عام للمجلس الأعلى للسكان الدكتورة سوسن المجالي أثر النمو السكاني على القطاعات التنموية في محافظة معان جاء ذلك خلال لقائها المحافظ والحكام الإداريين وعددا من المعنيين أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان الدكتور سوسن المجالي على أن العلاقة بين السكان والتنمية والأمن هي علاقة تفاعلية حيث يؤثر عدد سكان الدولة ومعدلات نموهم وخصائصهم السكانية وتوزيعهم الجغرافي على إمكانيات التنمية والأمن الوطني للدولة بوجه عام وعلى تحسين نوعية الحياة والحد من انتشار ظاهرة الفقر حيث تهدف التنمية إلى تفعيل الطاقات الكاملة للمجتمع كما تهدف التنمية إلى تشجيع الأفراد على البقاء في مناطقهم من خلال إقامة المشاريع الاقتصادية والصحية والتعليمية والخدمية لتلبية احتياجات مختلفة ولتحقيق التنمية الشاملة أطلعون على أرقام لها تأثيرات كبيرة على التخطيط الاستراتيجي وخدمة المواطنين أعتقد أن هذه الدراسة تستحق التأمل والبحث فيها وتقديمها لأصحاب القرار إن كان على مستوى لا مركزي في المحافظات أو على مستوى المركز في المملكة بيّنون مؤشرات كثير مهمة بتأثر على النمو الاقتصادي والرفاهي الاجتماعي أعتقد أنه إذا ما أخذت هذه الأرقام بالاعتبار في التخطيط الاستراتيجي المستقبلي رح نصل إلى أعلى المستويات في تقديم الخدمات للمواطنين كان في هناك حضور بمثل كل القطاعات الحكومية والمؤسسات المجتمع المدني والجامعات وكان الهدف الرئيسي أنه نحن نطلع صانعي القرار في محافظة معان على التغيرات السكانية لصايرة في المحافظة وشو هي بعض المداخلات اللي ممكن تحتاجها المحافظة اللي تستفيد من هاي الأرقام وتستطيع تحطها في خططها الاستراتيجية وخلال اللقاء أكد الحضور على تعزيز التعاون والتنسيق بين القطاعات كافة بغية إدخال البعد السكاني في البرنامج التنموي للمحافظة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في معالجة القضايا السكانية والشراكة معهم مع وسائل الإعلام كان عندنا أرقام واضحة وكان فيه مشكلة صراحة في تزايد أعداد السكان فلابد من تعاون وتكاتف جميع الجهاد ذات العلاقة بحيث أنه ستتم بالسيطرة على الأمور المستقبلة وتجد الإشارة إلى أن هذه اللقاءات تأتي من قبل المزل الأعلى للسكان بهدف وضع المواطن والجهاد ذات العلاقة بصورة التحديات التي تواجه النمو السكاني في المملكة راعد عوجان التلفزيول الأردني محافظة معان